الآن وأنا أتكلم معك يعني هاي أقلت لك الحلقة مباشرة على الهواء السمواطنين يدزون مسيجات أنا بالنسبة اللي راح أقراها وحق الرد مكفول يقولون حسين علي ناصر اللي ظهر الآن في برنامجك المدير التربية الرصافة الثالثة استاذ عنده يملك مدارس أهلية خاصة في تركيا وفلل وجواز تركي ويسكن الكرادة وأسكت أفواه جميع المسؤولين هاي مواطنين دي دزون يقولون مخلي واحد سايق ما أدري شنو بمكتبة اسمها منصور هو نسيبة يعين البارحة وصل مسيج من ابنية سلمت تليفون بروت 13 لزوجته وضاف اسمها بالتعين مال ملحق اللي طبعا عينوهم قبل أسبوع أو عشر تيام المدير العام مبلغ الأقسام إذا تشوفون هذا طبعا أستاذ حسين علي ناصر مبلغ الأقسام إذا تشوفون منصور يعني آني قال لهم إذا تشوفون منصور يعني آني ومنصور اللي هو أصور نسيبة للمدير العام فهي أيضا حق الرد ما أكون بيها أرجع لك أستاذ أحسين الإبراهيمي يعني لما أكو شخص توصل علي الأدلة والشكاوة أنه يمتلك معاهد خاصة للدراسة في تركيا وتارك البلد مدارسه بهذا الشكل وإن تقوم بالوزراء نحن وراحين سادسيان وراحين يعني والله راحين للظيم يعني وراحين يعني الفكرة وما بيها أنه يعني ما أخفي عليك يعني في بداية عملي بالتدريس حقيقة شلنت شايل لهم أنه أنا شلون باتشل أطلع تقاعد بس أقسم بالله الكريم نعم عندما أطلع تقاعد كنت فرح جدا بأنه حتى أخلص نفسيا مما نعيشه كتدريسي